قدمت منظمة يمن بلا نزاع دعما لصندوق النظافة والتحسين بمدينة تعز بتمويل من منظمة شركاء اليمن وذلك لإصلاح ناقلات المخلفات التي كانت خارج نطاق الخدمة منذ أكثر من عام وأشار رئيس منظمة يمن بلا نزاع معاذ الفقيه أن المنظمة قامت بإصلاح ثلاث ناقلات للنفايات وتم دخولها الخدمة وهناك عربتان لازلتا تخضعان للإصلاح إضافة إلى توفير عدد من صناديق احتواء المخلفات مضيفا أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة صحية صالحة للحياة والتخفيف من كارثة تراكم وتكدس المخلفات في شوارع وأحياء تعز وما ينتج عنها من انتشار للأمراض وأكد الفقيه أن المشروع يهدف إلى الإسهام في تحسين المدينة والمساهمة في تطبيع الحياة بالمحافظة يذكر أن المنظمة تقوم حاليا بتنفيذ ورشع أعمال عديدة مرتبطة بالتماسك المجتمعي والمصالحة المجتمعية للدعم النفسي ضمن نشاطاتها المختلفة